بسم الله الرحمن الرحيم نستمر في شرح مقرر تقييم وتشخيص صعوبات التعلم ونبقى مع الوحدة الأولى مقدمة عامة في تقييم وتشخيص صعوبات التعلم مع الدرس الثالث عشر أساليب ونماذج التقييم لو تناولنا أساليب التقييم وصوره نقول أن التقييم المباشر يرتبط بالمنهاج الدراسي مباشرة وهو أحد البدائل التي لاقت مؤخرا قبولا من المختصين وتبنى اختبارات الأداء في هذا التقييم على مكونات المنهاج وموضوعاته فمثلا يمكن أن يطلب من الطالب أن يقرأ من كتابه المدرس لمدة زمنية معينة يحددها المعلم وذلك لتقييم صحة قراءته ثم مقارنتها بقراءة طلاب آخرين من صفه ويتميز هذا النوع من التقييم بالسرعة وتقديم معلومات محددة حول الكيفية التي يختلف فيها الطالب عن أقرانه طبعا هذا التقييم يتيح للمدرس التوفيق بين طريقة التدريس وقدرات الطالب الحالية ومن ثم تحديد مجالات تكييف المنهاج كون هذا التقييم طبعا يرتبط بمحتوى المنهاج أما التقييم المعتمد على المنهاج فهو يستخدم المحتوى الحقيقي لحجرة الصف حيث تتم ملاحظة سلوكات الطالب في فترات زمنية متقاربة أو متباعدة ومن ثم مقارنة بيانات الطالب مع بيانات زملائه لتحديد مستوى تحسن الآداء وتحديد مجالات التدخل العلاجي أما تحليل المهمات فهذا الأسلوب يقيم مدى إتقان الطالب للمهارات الثانوية عن طريق تحليل الأهداف التعليمية المعقدة إلى عناصرها الفرعية المتعلقة بها وفي هذه الطريقة يتم تحديد مستوى الآداء الحالي للطالب مثلا كأن يكون آداؤه أنه يستطيع قراءة الحروف الهجائية منفصلة ومشكولة وكذلك تم تحديد المهارة التالية التي يجب تدريسها والتي لا يتقنها الطالب كأن تكون مثلا قراءة الحروف الهجائية متصلة ومشكولة أما التقييم الديناميكي فهو يأخذ شكل وصيغة اختبار تدخل اختبار حيث يلاحظ المعلم آداء الطالب في مختلف المواقفة الصفية فيخرج بفرضيات تتعلق بالأمور التي تسهل النجاح مثل تفسير الأسلوب أو تقديم إشارات تربط المعلومات الجديدة مع معلومات الطالب السابقة لو انتقلنا الآن لنتحدث عن نماذج تقييم صعوبات التعلم ونتناول بعضا منها فنقول أن النموذج الطبي يفترض أن مشكلات الطالب ناتجة عن أسباب بيولوجية فالطلاب الذين توجد لديهم مشكلات تعلم بسبب الحالة الصحية يتم تحويلهم إلى التقييم الطبي أو النفس عصبي والتدخل في إطار هذا النموذج تدخلا علاجيا للأعراض البيولوجية أما نموذج قصور العمليات فمفاده أن المشكلات لدى الطالب وفق هذا النموذج تتحدد من خلال مصطلح ضعف تجهيز المعلومات مثل الإدراك البصري مثل عجز في الانتباه أما نموذج تحليل المهام فوفقا لهذا النموذج فإن المهمة التي يعاني الطالب من صعوبة في آدائها يجب أن تحلل إلى مكوناتها ونحدد المهارة الفرعية التي لم يتقنها الطالب نموذج النظم الاجتماعية وفق هذا النموذج يتم التركيز على تكيف الفرد أو عدم تكيفه مع النظم المحيطة والتدخل وفق هذا النموذج عن طريق تنمية العلاقات الشخصية وتنمية المهارات المهارات مثل المهارات الأكاديمية مثل المهارات الانتباه وأما النموذج ونموذج التقييم البيئي مفاده أن البيئة تؤثر على سلوك الفرد لذلك فإن سلوك الفرد يختلف من بيئة إلى أخرى